بسم الله جاء لي سؤال عن الـ Coordination أو التنسيق الـ Coordination أو التنسيق بفروض انه هو مش في اخر مشروع هو مفروض انه يتم قبل ما يبدأ المشروع قبل ما بتاع الميكانيكا يشتغل وقبل ما الانشاية يشتغل وقبل ما القهرابة يشتغل بنواة قادة حلوة مع بعض نجيب عصير نجيب هوهوز نجيب اي حاجة ونهو كده قادة حلوة لطيفة مع بعض ونبتفي بيكون الموضوع سهل وبسيط تمام نقول مثلا في الطرقة مين هشتغل بنواة سيم سيكشن نقول لي خلنا القهرابة هيخده اليمين والمية هتاخدها الشمال ما ينفعش تنبو مع بعض والقهرابة تبقى اعلى من المية وبحيث لو حصلت تسريب المية في اي لحظة من اللحظات ما نجيش على القهرابة والتكيف مثلا هيبقى فوق في تحت في النص زي ما هنتفق مع بعض حسب حالة المشروع وحسب حجم السيلينج هل هنقدر في مسافة حلوة نقدر نسك بينها ولا في مشاكل فده الكلام ده كله في اول مشروع ويبدأ يشوف مثلا انشاء الشغل بقى ننظامها لان النظام ده هيناسب بيت الشغل ولا لأ ونبدأ يتناشف الحاجات ديات ما نجيش في اخر مشروع وكل واحد دي يقول لا ده انا محتاج تعدل للشغل كله تمام فدي من الاول كده لازم نقعد مع بعض ونبدأ نشوف هنشغل زي مع بعض واول حاجة بنبدأ ننصق فيها موضوع المخارج يعني السيلينج عندي بيبدأ الانترير وتزاين ياخد الشغل ويبدأ ينصق بينهم يعني بيقول مثلا القهرامات انا محتاج كام لايتنج انا محتاج اربعة والتكيف انا محتاج مثلا اتنين والبلامج محتاج كام مخرج للسبرينكلر او رشوش الحريق فقال له مثلا انا محتاج تلاية اربعة حسب ما هو عايز ويبدأ ينصق بينهم بحيس ان الشكل يطلع كويس لانا محتاج بعد ما هو يعمل شغله كله اقول له لا رحل فبيرحل البيب او بيرحل الدقطات او بيرحل كيبرت ري فبتبقى مشكلة في موضوع الترحيل لا من الاول بمثبتين الاماكن ديت وانت تبدأ تزبط شغلك عليها بحيس ما نضطرش ان احنا نرحل كتير وما نقدرش يبقى فيه شغل تعارو كتير وفيه طبعا رسومات كتير تبقى موجودة في المشروع لازم تبقى موجودة مع بعض ولازم كلها متنصقة مع بعض ما ينفعش داف ودي وداف ودي يعني انا افكر مرة في مشروع كبير من المشاريع واحد كان جايب لوحة الكروتونيشن حصلت لي الدور الاول مع ماري مع الدور الثالث انشائي مع الدور التكييف الخامس مع دور الكهرباء بتاع الجراوند وعزنا نتخيل نتخيل هي كل دور في لوحة فطبعا الوحة رفضت يعني ممارزوش يبص فيها لك لا الشغل دا نفعش وطبعا انت بتشغل بالبقى برامج برامج الكاد بتلاقي فيه مشاكل كتير انا اشتغلت في مشروع بدون ذكر اسمه كان مشاريع الدخمة بتبقى فعلا صعبة سي كان مدحف وكان دار قطرية كان شغلين فيه وكان متعب لان هو بتعدل في مكان بيدرب في مكان تاني يعني الدور عندك طويلة جدا فانت بتعدل في مكان وتفاديت حاجة بس وانت بترحل خوطت في حاجة تانية فحاجة تانية انت كنت عملت فحصتها قبل كده فاتطر ان انت تشوفها تاني انما في الشغل بتاع البيم مفروض اول باول بتعمل كلاش فبتكتشف المشاكل وتحلها وتكتشف المشاكل اوتوماتيك مجرد بس تقول له كلاش اي برنامج بيجيبها لك يعني من ضمن الادوات اللي انا اقترحت على هذا البرمجين هو يعملها ان انت لما ترسم اي حاجة مجرد ان ترسم الدكت او ترسم البيب او ترسم الكولوم لو خوطت في اي حاجة يديني تحذير يقول لا خلي بالك انت خوطت في حاجة ما فاش تبغط فيها يعني بترسم مثلا كهرباء وخوطت في فيديك تحذير خلي بالك ان الحاجة دي هتبقى فيها مشكلة تمام على سبيل المثال اللوحة بتاعة مخططة الموقع العام الرسمات الموقع العام وبتحدث هو موجود فين على الخريطة الانتجاهات طول العرض بتاعتها الحدود بتاعتي فين من الجرام بتاعنا من اللبناء اللي حوالينا المناسيب عاملت زي الخطوط التوبغرافية سهم الشمال عامل فين انتجاه الشبرع اللي حوالينا كل ده بيبقى مهم جدا ان هو يكون معنا وده بيأثر على بقية اللوح بيأثر على شوال كل برضو اللوحة المهمة جدا في موضوع كوردانيشان الرسمات المعمارية ده بيتوضح لنا المبنى شكله ازاي وهيبقى شكله ازاي لما يخلص والمساقط الوفقية والمساقط الرئاسية والوجهات والساكاشن وماكن من البروز بتاعتي والتشتباط والابواب والشبابيك كل الحاجات دي لازم تكون برضو معايا وابده نصك بينها انها مفعش مسلا مصورة ماشية خبطة في باب ما فيش عمود يبقى مقود في باب فدي لازم تكون موجودة معنا رسمات الانشاءية دي بيبقى فيها تفاصيل الاشتسات والمحاور الاعمدة وقطاعات الاعمدة وتسلحها وتسلح الاسكو في الكاميرات وتفاصيل التسلح بتاع الكاميرات وتفاصيل تسلح السلم ومساقط افكر كل دور ومعرفة خطوص الصرف الصحي وكل الحاجات دي بتبقى لازم نصكها مع بعض ما ينفعش مسلا صرف الصحة يداخل في في الاسيات مسلا نبدأ ننصكها مع بعض ونبدأ نشوف هل انفع ما ينفعش الأعمال التغذية لو في مسلا وزن كبير فوق مسلا السهري بتاعت المياه مسلا الحاجات دي لازم كلها يبقى معمول حسابها في الوزن عندنا لوحة كهرباء دي مهمة جدا برضا في موضوع التنسيق بمساقط افكر كل دور وعمل تغذية مكن مفتاح كهرباء مخزن الانارة لوحات توزيع التفاصيل لشوكات الانارة محطات توليد الكهرباء رسومات عمل تكييف الهواء والتهوية دي دي لوحة مهمة او بتاعت لوحة تكييف لان مشكلة التكييف ان هو حجمه كبير فلازم ابقى معمول حسابه في موضوع التنسيق يعني مش زي المياه مسلا ممكن الف من تحت سهل او ان انا اغير مصار المياه خلاها تطلع وتنزل التكييف بصعب شوية فلازم اتامي به شوية فلازم ابقى عارف اماكن المكن بتاع التكييف المصارات بتاعته التواصلات بتاعته وكل حاجات دي لازم تكون معي في الشغل بتاعي لوحة الصرف مهمة جدا جدا بالنسبة لي لان بالصرف مشكلته ان هو ببقى في ميول شوية فمجرد ان انت تتعدل فيه هتلاقي ناسك نزال تحت سيرينج او طلعت في الدور للفوق فلازم تهتم جدا جدا بموضوع الرسوم بتاع الصرف دي بعد ما تدى الزبق كل الحاجات مع بعض وتشوف الكريشات والحاجات دي كلها اكيد اكيد مليون في المياه هتكتشف اكترا جدا اكتر من مية غلط مثلا حاجزة كده ففي حالة زي دي بقى تعمل ايه تبدأ تشوف الغلط ده مين اللي المفروض يصلحه تمام يعني عندك مثلا انشائي خوط في معماري مثلا من الاكيد يعني مش 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 الانشائي هيحرك عمود مخصوص عشان فيه ترابيس هتحط يبدأ تشوف ايه اللي هتحرك مثلا فيه كهرباء خبطة مع بلامينج خبطة مع في حاجات مثلا كهرباء خبطة مع بلامينج بلامينج ده مية ولا صرف لو صرف صعب ان هو تحرك فياريت تحرك الكهرباء لو مية المية ممكن او تنزل تحت الكهرباء مش فوق الكهرباء تحاول تعديها من تحت الكهرباء تحاول قدر امكان تنزل بقاعدة تكسك كي اي سي اس كي بتسيمبل اند استويو بتخلي الحاجة سهلة وبسطة جدا على قد ما تقدر بسط الحاجة وسهلة ربنا سهل عليك يعني قدر امكان تخلي الخطوب بتاعتك مستقيمة ما تخليش فيه لفك كتير جدا حاول تسهل التوصلات بتاعتك عشان ما تتعبش فيه الشغل واشوف من اللي عنده المشكلة ومن اللي ينفع يحلها وبعاتل قوله الجزء ده انا عايزك انت تتحركه لو ينفعه فتبدأ وتعملوا اجتماعيات كده تشوفوا ايه المشاكل وتحلوها ومن الحاجات المهمة كالرأس المواصفات لان ممكن انت اضطر ان انت تركب مثلا نوع معين من المؤسير في مكان وتركب نوع تاني في مكان اخر مثلا في مكان معرض للشمس في مكان تاني هتمرر المصورة دي في قلب خرصانة فلازم حاجة معينة تستحمل الضغط فلازم كل الحاجات دي تكون واخد بالك منها كويس جدا عشان تطلع شغل المصبوط